أغني سيد المدير الأكاديمي وتبنى له تبريق وقد سبقته سمعة طيبة الموضوع له هو تعلم الأول مشروع مدن ضمانا لتتفاق الفراس بين أبناء البوادي والجمال وأبناء الحواضيع وكجوزئية ستدرس إقليمياً مع السدى مديري نزارة طروية الوطنية هذا مجهود يوضف إلى المجهودات الكثيرة التي بدلتها لأكم الدولة في التعليم أسمع لنفسي بالقوم بهذا لأنني أقدم رجل التعليم يحضر هذا الاجتماعي وأعتبر نفسي شاهد على المراصد حيث أنني درسته بالابتدائي بالإعادة بالتعليم العالم وتخلطوا مراصد بالتعليم كلها والدولة بالتعليم كبيرة لم يكن أن تفروا على كتبات التعليم ولا لم يكن العالم الكتوب واللحفة وضع الطريق وضع الطريق النقل المدراسي وضع الطريق ويجب أن يكون واحد النقص في مدينة كبيرة أمام المجهودات حتى يقبل الأبت لأننا لدينا مجباريات التعليم هذا الشيء يجب أن يكون يقبل الأبت هناك واحد ملاقص ملاقص يقوله أنا أخر شيئا آخر وهناك الرجوع في المناء ولكن الواقص الذهري لم يكن من الإعداد إلى الذهري ولكي يجعلون الملدة يمنحون كلهم حتى أبناء الأغنية الآن حتى أبناء الزقار فجل التعليم بل من حق، وهذا هو السبب للهضب المدرسي هذا المجتمع التصوح لها بمستوى وصفة وقد نعوده نحن في جماعة الفقيرة نبدو نقص على جهودنا لا في تعليم الأولين ولا في نقل كلام لكن هناك بشكل سلطة أختمنا سيد المطول دور بأننا حقينا بثقة السكنة وهذا الثقاء من كل ما تثبت إذا كان أبلاغنا كلنا يدرسون مع أبلاغ السكنة وأبلاغ الفقار لما كنتوا رعيس في البرلمان لأنني أروادتني فكرة أن أتقدم بمقترح كانون يفرض على جميع المسؤول من الأوزر حتى الرئيسي مكتب في كل قطعة أبلاغ لأنني أروادتني أبلاغ في المدرسة العقوبية حتى إذا أختمنا نكونوا تعليمون أبلاغ لكن لقد كنت أختمنا لأنني أعلم أبلاغ لذلك لقد رغبتك لأننا لقد رغبتك من أبلاغ لتعلم نتكلم أيضا ولم يتعلمون في الدول المتخين يريد أن يتعلمونها ويجب أن يقرأ معه إذن أساسي وغير أن المدرسة تكون مسؤولة في الأسبوع من المدرسة ويجعل المدرسة في الحكومة لكن كما كان هذا المشروع في التعليم الأولين لديهم أهمية كثيرة وسنضرس محلياً كل السبب الذي يمكن أن نحقه لأبناء الفقراء ويجعل الظروف لأبناء الحواضي ويجعل الله أولي أنه فيه وشكراً